حمص حيث دمرت قواتنا الباسرة تجمعا للإرهابيين قرب مركز ناحية تلبيسة وأوقعت عددا من الإرهابيين قتلى ومصابين من الإرهابيين القتلى عزو مصطفى سويس ومحمد علي الحسين وفي الرستن أوقعت قواتنا أفراد عصابة إرهابية قتلى ومصابين بينهم السعودي عبدالله القاسمي ومحمد الطقس ومروان منصور وسامر أيوب فيما تم القضاء على المدعو عمار موسى الملقب أبو إسلام متزعم عصابة إرهابية وعلى معظم أفراد عصابته في البساتين المحيطة ببلدة الزارة بريف تلكلخ بينهم عبدالرزاق الأميري وفي تدمر بريف حمص عثرت الجهات المختصة خلال تمشيتها منطقة القريتين ومحيطها على مستودعين للأدوية والتجهيزات الطبية المهربة والمسروقة سماد لصناعة العبوات وصواريخ 107 سيارة سعودية وسيارة ذات مقود يميني غير سوريا وقاعدة أطلاق صواريخ من نوع خاص مركبة على غطاء بيك أب للتمويه أجهزة كومبيوتر وأجهزة إرسال فضائي ترجمة نانسي قنقر الرفض الشعبي والسياسي